قبل لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء كل ثلاث شهور بيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة سواء بتثبيت الأسعار أو زيادتها أو النقص في حالة الزيادة والنقص لا يتعدى عن 10% من الأسعار العالمية طبعا منذ ما يقرب من ثلاث شهور كانت قد أعلنت وزارة البترول عن الأسعار الجديدة والتي تضمنت تحريك سعر السولار مع كان تم الإبقاء على أسعار البنزين دون أي تحريك ولكن بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وتطورات التي تشهدها العالم تم إقرار أو الإعلان عن القرارات الجديدة والتي تضمنت زيادة أسعار البنزين بأنواع الثلاثة بدي تكلم في بنزين 80 تم زيادة كل لتر لما يقرب من 10 جنيهات بزيادة قدرها جنيه وربع عن آخر زيادة أو عن السعر المثبت قبل ثلاث شهور تم زيادة برضو سعر البنزين 92 إلى 11.5 بزيادة برضو جنيه وربع وأخيرا تم زيادة سعر بنزين 95 لـ 12.5 قرش لكل لتر يعني يتم تكويله لكل سيارة النقطة دية خلينا نتكلم برضو أو نستعرضها أنه عملية الزيادة مش بتيجي بين عاشية وضوحها ولكن بتكون نتيجة لدرسات مستفيدة بتعمل فيها جهات سيادية وبالاشتراك مع وزارات البترول والصناعة وبيبقى فيه الناس من وزارة المالية بيحطوا سعر محدد وواضح يتم إقراره واعتماده من قبل مجلس الوزراء ولكن اللجنة في عملها بتاخد ثلاث محاذير أو ثلاث حاجات أساسية بتقضى عليها قبيل الإعلان أولا أسعار السوق العالمية إحنا كنا شفنا أنه الموازنة بتاعت الدولة المصرية كانت أنه تم تحديد سعر المواد البترولية عند ما يقرب من تسعين دولار ولكن الأسعار زيادتها عن الحد بقدر أقصر من خمسة في المية أو سبعة في المية والمرتقى بأنه احتشت زيادة خلال الفترات الماضية لأنه للأسف ما دام هناك حرب روسية أوكرانية والتغيرات اللي بتشهدها المنطقة أو منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد حرب إسرائيل على غزة هناك بعض المتغيرات أضف إلى ذلك أنه قرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها وإحنا منظمة أوبك دي هي اللي بتلعب الدور الكبير جدا 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 في تحديد أسعار برميد أو برميد البترول خاصة من المنتجات النفطية بشكل خاص إنما أسعار الغاز الطبيعي في مجمالها تشهد حالة من حالات برضو التوازن ولكن ده بفضل إنه لسه إحنا تبكي ما بدأناش فصل الشتاء اللي بيشهد يعني إقبال كسيف على شحنات الغاز المسهل ليه لا زرى ليه إنه قررت أوروبا بشكل خاص بتعتمد على إمدادات الغاز الطبيعي لاستخدامه في عمليات التدفئة والتغلب على النقص الشديد في درجات الحرارة النقطة الثانية إنه يعني أسعار المنتجات أو الاشتقات البترولية بيتم تحديدها على أسر تحرير سعر الصرف أو أسف على أسر تحديد سعر الصرف وإحنا عارفين إنه سعر الصرف المعلن تقريبا ما يتقارب بين 42 و43 ولكن للأسف السوء السوداء دلوقتي تجاوز 49 جنيه فده كله بيعمل عبء كبير جدا جدا على مواسط الدولة المصرية أضف إلى ذلك تراجع واردات مصر من الغاز الطبيعي بيوجه خاص لإنه كل الغاز أو معظم الغاز بيتم استهلاكه في محطات الكهرباء حتى نواجه بعض يعني أو إزامات النتيجة عن يعني قصة تخفيف الأحمال اللي لجأت لها الحكومة المصرية العامل الثالث اللي هو تكلفة نقل والتوازيع إحنا عارفين إنما كلما زادت الأسعار كلما زادت تكلفة نقل وتوزيع المنتجات والمشتقات البترولية المختلفة سواء إذا كانت سفن بيتم نقلها بالسفن أو عبر خطوط الأنابيب أو أي الأمور اللي بتداخل فيها القصة دي اللي هي خاصة به هيئة البترول فالعملية دي بتعمل لوت كبير جدا جدا وكانت هيئة البترول أعلنت عن وجود يعني أو ارتفاع في نسب التضخم وإنه الميزانية المحددة تم زيادتها بلتيجة لي ارتفاع معدلات التضخم وزيادة يعني أسعار الخام العالمية أضف إلى ذلك أنه الحكومة المصرية ممثلة في ذات البترول أنه إحنا للأسف ما يقرب من 30% من المنتجات البترولية أو المشتقات البترولية من سولار ومازوت وبنزين بيتم استرادهم من الخارج في شكل شحنات كنا إحنا عاملين اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية ولكن يعني ما زالت هناك الاتفاقية السارية ولكن هناك بعض الكميات الإضافية اللي بنحتاجها فينطر إلى توفير العملة الصعبة الدولار كي نحصل على الشحنات البترولية لاستخدامها في عمليات تموين السيارات بالوقود طبعا قرار تبقي نتدخل في القيادة السياسية بقياة الرئيس عفتاح السيسي وهو تثبيت سعر الدولار وعدم تحريكه لأنه كنا نعرف أن أسعار السلار في حالة تحريكها إرش واحد بتشهد عملية من عملية اللغط وأنه للأسف السلار مرتبط ارتباط كبير بالزراعة والري ويعني أغلب العربيات اللي بتعتمد على السلار ده جاء تبقي مشاركة من القيادة السياسية لمحدود الداخل وأنه للأسف أنه تبقي الأسعار يتم تحريكها في إطار المتناول لأنه قلنا سعر التكلفة بتاعة إنتاج البنزين بتزيد يوما طول الآخر بفضل تغير الأسعار العالمية تبقي نحن على مدار الفترات الماضية كان في خطة من قبل الحكومة لترشيد الاستهلاك ولكن يعني أو التوسع كذلك في تحويل أكبر قدر أو كم من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ولكن يعني مش عايزة أقول تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ربما يكون عائق أدام أمام تنفيذ هذه واللي أدى إلى أنه قرار الحكومة المصرية أيضا إلى رفع يعني بيع سعر أو المتر المكعب من الغاز الطبيعي من أربعة ونص أو أربعة وخمسة وعشرين قرش خمسة وعشرين آه خمسة وخمسين قرش لكل متر أي زيادة قدرها جنيه عن كل متر مكعب غاز نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه الفضلات المقبلة أنه المنطقة تشهد حالة من حالات يعني التناغم وأنه الحرب الأوكرانية الروسية يبقى بداية النهاية لها إن شاء الله بإذن الله كي الأمور دي كلها بتساهم بشكل كبير جدا جدا في تأدية الأوضاع العالمية وخاصة الأسعار لأن الأسعار العالمية مقترنة باستقرار دول العالم وخاصة دول كبيرة المنتجة أضف إلى ذلك أنه طبعا منظمة أوبيك هي التي تتحكم في الإمدادات النفطية لكافة دول العالم تبك أن أنا اتكلمت مع حضرتكم باستعراض وتوضيح لتداعيات قرار الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين مع الإبقاء على تثبيت سعر السولار وكذلك رفع أسعار الغاز الطبيعي جنيه واحد ولكن يعني الفترة دي تتطلب مننا أننا ندعم قيادتنا السياسية وندعم حكومتنا الرشيدة في مواجهة الأزمات التي تحاك بدنا ربنا يحفظ مصر وإن شاء الله بإذن الله القادمة شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء